بعث الأستاذ سعد عاصم الجنابي رئيس حزب التجمع الجمهوري العراقي رسالة تهنئة إلى الشعب العراقي بمناسبة يوم الواحد والعشرين من أذار الذي تجتمع فيه ثلاثة عياد عيد الأم وعيد نوروز وعيد الربيع مشاركا الأم العراقية عيدها المجيد حيث أشاد بدورها في المجتمع وبناء الحياة وما قدمته من تضحيات كما أشاد بنضال شعبنا الكردي ودوره الفاعل في صناعة ربيع دام للعراق الواحد والأخوة العراقية ومتمنيا للعراقيين الاستقرار والسعادة والإسهام الأكيد في العملية السياسية وتغييرها نحو بناء دولة المواطنة والديمقراطية وفيما يأتي نص رسالة التهنئة بسم الله الرحمن الرحيم فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم يوم حب ومئام تجتمع فيه ثلاثة عياد الأم وعيدها آية من آيات الرحمن خلق الله الجنان وجعلها تحت أقدامها والأم مدرسة الأجيال وأروع ما خلق المنان منبع السكينة والحنان هذا القلب العظيم الذي احتوان بحنانه وعطفه نبارك لكل الأمهات عيدهن ونقف إجلالا لهن لأنهن الأمل ونهر الحب والعطاء وفي نوروز اليوم الجديد نافذة الربيع وهو يوم يحتفل فيه شعبنا الكردي بشعلة نوروز الذكرى المرتبطة برمز التحرر من الظلم الذي كبله عبر عصور بادت وجاء عهد جديد نتمنى على أبناء شعبنا الكرد إشاعة ثقافة الحب والتضامن والعمل من أجل عراق واحد وأن يكون آذار عنوان نضال مشترك في صناعة ربيع دائم للعراق والأخوة العراقية والإسهام الأكيد في العملية السياسية وتغييرها نحو بناء دولة المواطنة والديمقراطية في الوقت الذي أتمنى لشعبنا الاستقرار والسعادة نتمنى أن يكون عيد الربيع كريما بعطائه في أن ندخل انتخابات آيار 2018 المقبل بثقة السائرين بحزم المتوكلين على الله نحو التغيير وقلع أشواك الفساد وأهله والتوجه نحو صناديق الاقتراع واختيار المرشحين الصادقين الناذرين نفوسهم وعقولهم من أجل العمران والبناء في كل تجلياته وزرع المودة والرحمة والحب بين كل مكونات الشعب إذ لا قيمة للبناء إذ لم ترافقه بسمة الأمل في قلب كل فجر يبتسم بالحب واستنفار الضمير الوطني لصناعة غد مشرق تزدهر فيه الدولة المدنية الديمقراطية وتكون جنة الدنيا لأن الله وهب أرض العراق أطيب الخيرات ومنحها زهورا أكثر من سواها وملأ سماؤها لآلئة هي الأجمل في عيون العالمين أسأل الله أن يجعل أيام العراقيين كلها أعيادا كل عام وعراقنا وشعبنا بألف خير وهما يرفلان بالوحدة والعز سعد عاصم الجنابي رئيس حزب التجمع الجمهوري العراقي في الواحد والعشرين من آذار الفين والثمانية عشر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر